فز فريق الجيل من عتق بمحافظة شبوى على نظيره فريق الشباب بكأس الذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة وحقق الجيل فوزه بالكأس بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب الفقيد الخليفي بعتق وانتهت توطي المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق الرياضة بالتعادل السلبي ليتمكن فريق الجيل من حصاد الفوز بكأس المناسبة بركلات الترجيح عقب ذلك قام مدير عامي مكتب الشباب محسن سنان ورئيس فرع التحدي كرة القدم المهندس محمود العمري بتسليم كأس البطولة لفريق الجيل والميداليات على لاعب الفريقين